مشاهير عالميون كثر ولدوا على أرض المملكة العربية السعودية واليوم نأتيكم بخمس نجمات في السينما العالمية كانت المملكة مكان ولادتهم أولاً ميلورا والترز وهي ممثلة وكاتبة ومنتجة ومخرجة أمريكية ولدت في الظهران عام 1959 واشتهرت بأدوارها البطولية مثل واندا هنريكسون في مسلسل بيك لاف ثانياً ليزا إيلا بكر نجمة عالمية ولدت في الظهران عام 1956 ظهرت ببرامج تلفزيونية في الخمسينيات والستينيات ثم حصلت على الدور التي اشتهرت به جيني سامرز في بيفرلي هيلز كوب ثالثاً أليكس إيسو ممثلة كندية ظهرت في أفلام الرعب وهي من مولدي الظهران عام 1992 لعبت دورها الرئيسي الأول في فيلم الرعب الأمريكي ستيري آيز عام 2014 رابعاً أشلي كومينغز ولدت عام 1992 في جدة واشتهرت بفيلمي هاونز أوف لاوف عام 2016 وذي جولد فنش عام 2019 خامساً وأخيراً تيجسوي براكاش ولدت الأمثلة الهندية عام 1993 في جدة واشتهرت بأدائها في مسلسل وراجيني جودين ريشتون كيسور عام 2016 تتأشى؟ تتأشى. شكرا